بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تستفيد من مدونة مصر صحة لاعراض موجودة لمريد قدامك في البيت او في الشارع. ممكن المريد قدامك يكون اعراضه مزمنة او اعراضه طوارئ. اولا هتختار عمر الحالة لو هي اطفال هتدخل على الاطفال بالغين هتدخل على بالغين. زي هنا دخلنا على البالغين وكانت الحال اللي معنا طوارئ مسلا هنختار طوارئ. مكتوب في الطوارئ قم بالاسعافات الاولية التالية حسب العرض اتواجح حالا لاقرب مستشفى طوارئ معك نمرة الاسعاف ونمرة غرفة الطوارئ ما بتتصل بهم وفي الوقت ده هتفرج على الفيديو ومدته ديجيتين فيه الاسعافات الاولية مسلا توقف النفس للشارع الغصة لتشنجات على حسب الحالة اللي معاك معاك اتناشر فيديو ممكن تختار فيهم اي واحد وتفرج عليه وتطبقه. نمرة اتنين ان انت لو الحالة بتاعتك اعراض مزمنة بقالها فترة عندها الاعراض ديت ومعاك في البيت وبتسألك هتخش على اعراض مزمنة وتختار التخصص اللي فيه العراض مثلا لو هو امراض صدر والمريض عنده كحة هنختار كحة ونفرج من العراض ده موجود معاه انهي اعراض اخر زي كحة ببلغم وسخنية كحة ببلغم وبدون سخنية كحة ومعا رغاوي نشوف التوجيه اللي كاتبه لنا هل متاح ان انا اقديله حاجة في البيت زي بعض الادوية الارشادية اللي موجودة بس ترجع للصيدالة عشان الجرعات او ان انت هتنتهي ان انت لازم تروح لعيادة صدر في اليوم ده او تحجزها بدون طوارئ على حسب التوجيه اللي موجود معايا